موسيقى أهلا بكم إلى المشهدية من الميادين وفي مشاهدها الجيش الإسرائيلي يشارك في مناورات الأسد الأفريقي في المغرب للمرة الأولى ما خطورة مشاركة تل أبيب في كبرى مناورات القارة السمراء سباق مزدحم بالمرشحين نحو البيت الأبيض آخرهم نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس أي صراع يختمر داخل الحزب الجمهوري لولا دا سيلفا يعلن عن خطة لإنقاذ غابات الأمازون ما التحديات أمام الرئيس البرازيلي لحماية ما تبقى من رئة الكوكب وعسل اليمن ثروة اقتصادية مهددة بسبب الحرب المستمرة ما هي سبل إنقاذها التطبيع العسكري في الأسد الأفريقي كبرى مناورات القارة السمراء التي انطلقت في المغرب تحضر إسرائيل هي المشاركة الأولى وفق بيان جيش الاحتلال وصورة يتيمة لجنود من لواء جولاني هؤلاء هم عناصر القوة الخاصة الإسرائيلية التي انضمت إلى جانب ثمان عشرة دولة في مقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية وفي حين تجنب المغرب الإشارة إلى المشاركة الإسرائيلية في إعلانه عن انطلاق الدورة التسعة عشرة من المناورات المشتركة جاء بيان الجيش الإسرائيلي مفصلا التدريبات التي سينخارط فيها تحديات قتالية مختلفة تجمع بين حرب المشات في المناطق الحضرية والحرب السرية التي يتخصصون فيها وصولا إلى تمرين مشترك لجميع الجيوش في ختام المناورات في حضور تل أبيب ضمن هذه المناورة عبر ما يسمى وحدة النخبة مستوى متقدم وغير مسبوق من التطبيع العسكري مهما حاول الأطراف المعنيون به تنميقه أو التقليل من أهميته وفي خلفيات هذا الحضور أطماع وأهداف إسرائيلية غير خفية في أفريقيا ربما تنطلق من المغرب لكنها لا تقف عند حدوده أمام هذه المشهدية نحن اليوم سنطرح سؤالين اثنين أولا ماذا خلف مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورة الأسد الأفريقي ثانيا أي مخاطر لوصول التطبيع العسكري إلى هذا المستوى هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا سنطرح على ضيف المشهد الساخن معنا اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن مرهج هو معنا من القدس المحتلة أستاذ حسن أهلا بك معنا ما الذي تريده إسرائيل من خلال المشاركة في هذه المناورة؟ بداية المساء الخير إلى كل مشاهدين الميادين الكرام باعتقاد إسرائيل تستفيد مثل هذه المناورات بعدة مجالات وخاصة المجال العسكري منها التضاريس للمنطقة لربما هناك تشابه لتضاريس منطقة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الجبهات الساخنة التي إسرائيل تعتبرها جبهات ساخنة في منطقة الشرق الأوسط ما يحاذي لربما إيران وأيضا في اليمن وفي مناطق أخرى كالعراق والبادية في سوريا فهناك تضاريس متشابهة نوعا ما وهذا يستطيع أن يستفيد منه الجيش الإسرائيلي وخاصة نحن نتحدث عن المساحات الشاسعة وليس كما هي التضاريس موجودة في إسرائيل التي صغيرة بعد الشيء ولربما لا تتسع للعديد من أنواع أيضا الأسلحة هذا تعاوب على جغرافيا جديدة إذا اضطرت إسرائيل للقتال فيها نعم هذا ليس فقط إذا اضطرت بل تخطط مخططات مستقبلية لمناطق عديدة قد تستفيد من هذه المناورات إسرائيل ويكون لديها إمكانية هذا التدريب وأيضا نوعية السلاح التي تريد إسرائيل استخدامه في مثل هذه المناطق الشاسعة هي تفحص هذه الأسلحة جيدا نجاعتها استخدامها ومدى إمكانية استعمال هذه السلاح تحت هذه التضاريس المتواجدة في المنطقة والأسلحة التي تستخدم يستفاد منها في شقين الشق الأول هو لاستخدامها لوحداتها العسكرية في بلدان لربما تشابه تضاريصها التضاريص التي تتدرب بها وأيضا إمكانية بيع بعض من هذه الأسلحة التي تصنعها أو تصنع في إسرائيل يعني قد تتحول عفوا أستاذ حسن لأن هذه مهمة النقطة هذه المناورات قد تتحول أيضا لمكان لتصويق هذه الأسلحة بالنسبة للدول المشاركة فيها بالطبع وخاصة أن المغرب نحن نعرف الأسلحة المتواجدة في المغرب هي ليست أسلحة متطورة وخاصة في ظل التهديد اليوم والتوتر الموجود بين الجزائر والمغرب والمغرب أعتقد أن أسلحته قديمة جدا أو لربما أغلبها صنع فرنسي وبالتالي إسرائيل تريد أن تزود منظومات جديدة قد يستطيع أن يستخدمها الجيش المغربي لربما مسيرات جديدة صنع إسرائيل أو أسلحة تكتيكية خاصة تستعمل في الصحراء أو حتى التكنولوجيا المرئية وتنصت وغيرها ممكن إسرائيل أن تقدم وتبيع هذه التكنولوجيا للجيش المغربي وقد إسرائيل تستفيد منها كما فعلت بأذربيجان ومناطق أخرى في تلك المنطقة المحاذية لإيران وفي التدريب الأخير الذي حصل في قبرص عندما كانت تتدرب لتحدياتها مع إيران أو تهديدها لضرب المفاعل عدة نقاط مهمة أثرت حضرتك أستاذ حسن مريج أن إسرائيل تستفيد من هذه الجغرافية لأنها جغرافية جديدة عليها وهي تخطط لأعمال ربما في المستقبل عدائية في بعض المناطق التي تشبه هذه الجغرافية تتحدث بأنه قد تتحول هذه المناورات أيضا إلى سوق للسلاح هذه نقطة لافتة وأن إسرائيل تكرر ما حصل معها أيضا في قبرص عندما روجت أيضا لأنواع من الأسلحة أثناء إحدى المناورات اللافت هو مشاركة لواء أو جنود من لواء جولاني أستاذ حسن مريج لماذا وقع الخيار عليهم لواء جولاني هو نخبة من النخب العسكرية الإسرائيلية الذي ينحدر منه عدة نوع قتال منهم المشا وهم يتدربون على الإمكانية تحمل السير على الأقضام وكل منهم يحمل العديد من الكيلوهات على جسده يعني قد يفوق العشرين أو واحد وعشرين أو خمسة وعشرين كيلو السير لكيلومترات عديدة استطاعت تحمل التضاريس الشوب أو الحر أو البرد وهم يتدربون على ذلك هناك مسيرات عسكرية تسمى في إسرائيل مسيرة جولاني يعني مساحات كبيرة من وديان وجبال وبالصحراء أيضا يتم السير فيها لكي يحصل حتى على القبعة تبع جولاني منهم أيضا الآليات العسكرية كالمدرعات الدبابات والمدافع وغيره هذا أيضا ينسب إلى وحدة جولاني ولكن أهم ما تتميز به هذه الوحدة هي إمكانية تحمل أي نوع من التضاريس والقيام بأعمل العسكري إذا كان في المواجهة أو خلف ما يسمى لدى إسرائيل خلف خطوط العدو كما يسمى في العرف العسكري ولذلك هذه الوحدة وحدة متدربة على التضاريس الصعبة على المسارات الصعبة والطويلة سأعود إليك أستاذ حسن مرهج لنكمل معك أيضا هذا النقاش خاصة فيما يخص خطورة هذا التطبيع العسكري الذي يحصل اليوم بين إسرائيل والمغرب ولكن قبل ذلك مشاهدين نتحدث اليوم إذن عن مشاركة إسرائيلية في كبرى المناورات العسكرية في أفريقيا مناورات انطلقت دورتها الأولى عام 2004 وما نشهده اليوم هو الدورة التاسعة عشرة منها ساحة هذه المناورات ستكون سبع مناطق في المغرب وهي كالتالي بنجرير أجادير تفنيت طنطان المحبس تازنيت والقنيطرة كما نرى هنا في خريطة المغرب يتضمن برنامج هذا العام تدريبات تكتيكية برية وبحرية وجوية مشتركة ليلا ونهارا وتمرينا مشتركا للقوات الخاصة والعمليات المحمولة جوا إضافة إلى تماريب مكافحة أسلحة الدمار الشامل وإقامة مستشفى عسكري ميداني لتقديم خدمات جراحية طبية أكثر من ثمانية ألاف جندي يشاركون في المناورات من بينهم أربعة ألاف من عناصر الجيش الأمريكي إلى جانب أكثر من أربعة ألاف آخر من ثمانية عشرة دولة تشمل المغرب تونس سينيجال غانا المملكة المتحدة البرازيل كندا وهولندا ودولا أخرى تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي بحسب بيان للجيش الأمريكي في أفريقيا وأوروبا منورات الأسد الأفريقي مشاهدين تشمل تمارين موازية في دول أفريقية وأوروبية المرحلة الأولى من هذه الدورة جرت في تونس تحديدا في ميدان بنجيلوف وقبالة سواحل مدينة جابس جنوب شرق البلاد تضمنت عمليات عسكرية بحرية وجوية لدعم القدرات العمليتية والقتالية ورفع الجاهزية للتصدي للجريمة العابرة للحدود إذن هو دخول أستاذ حسن مرهج لإسرائيل عبر الشق العسكري هذه المرة تطبيع عسكري مع المغرب واضح لافت أن المغرب لم يعلن عن هذه المشاركة جيش الاحتلال هو من أعلن كيف نقرأ أيضا هذا التباين في الإعلان أولا ثانيا ما خطورة دخول إسرائيل بهذا الشكل وما خطورة هذا التطبيع العسكري يعني لطالما إسرائيل تغنت في مثل هذه المشاركة نوعا ما لها عندما تستطيع أن تدخل إلى المنظومات الأمنية العسكرية في أي دولة عربية ويعني الإعلام الإسرائيلي يجند كله للتشييد في مثل هذه العمليات وأهمية هذه العمليات لأنه يعتبر أنه خرق للدول العربية أو الفكر العربي بشكل عام وبالتالي لربما يعطيها نوع من المعنويات والقدرات القتالية في الدول العربية وموازاة جيشها لجيوش أخرى كالولايات المتحدة إذا كانت هي مشاركة في مثل هذه التدريبات وغيرها من الدول لكي تقول أنه اللي دي تفوق ولا شك أنه هناك تفوق الولايات المتحدة مشاركة وبشكل أساسي عبر أربعة ألاف جندي ولكن في المخاطر أيضا أستاذ حسن مرهج هنا ألا يعتبر مثل هكذا مناورات بوجود إسرائيل أيضا خطرا على الجزائر التي تعتبر مستهدفة بشكل أساسي من إسرائيل نظرا لموقفها الواضح من القضية الفلسطينية لا شك أنا باعتقاد أنه اختيار المغرب أن تكون مشاركة وإسرائيل أن تشارك بها هي بالتالي تخدم الهدف الإسرائيلي لمشاكلها وجبهاتها المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط ولاحظ أنه استخدام الشواطئ والبحرية والحربية وخاصة أنه في مثل هذه التدريبات يعني يكون هناك جيوش غير متدربة ومتناسقة فيما بينها وكيفية عملية التنصيق في جيوش مشتركة في نفس المعركة وهذا يستفيد منه الإسرائيلي كثيرا لأنه أحيانا بين وحداته هنا يصعب عليه التنصيق الأمر الآخر لا يجب أن هناك دعم إلى الجيش المغربي تدريب الجيش المغربي لمواجهة الجزائر وهذا أمر واضح جدا وبالتالي لابد أن يبدأ الجيش المغربي باستخدام مدربين عسكريين إسرائيلي يبقوا في المغرب أو يسافرون بعد ذلك إلى المغرب ليقوموا في تدريب الجيش المغربي ليواجه التحديات مع الصحراء الكبرى وأيضا مع الجزائر الذي في ظل هذا التوتر لربما يحيل الوقت لإشعال مثل هذه الجبهة وبالتالي أيضا إشغال الجزائر في أماجهة مع المغرب وبالتالي المستفيد الأكبر تبقى إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة حيث يبيعوا الأسلحة والخبرات وأيضا الخبراء في تدريب الجيش المغربي في هذا الإطار لأنه كما تعلم إسرائيل مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة هل هذا الدخول العسكري الإسرائيلي أيضا يمكن أن يتسع ليشمل الصراع على النفوذ بمعنى بأنها تكون شريكة للولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة ما تروج له الولايات المتحدة عن تمدد صيني روسي أيضا في القارة الأفريقية وبالفعل هذا موجود خاصة أن هناك دول أفريقية اليوم تتقبل هذا الدور الصيني والروسي أكثر من الدور الأمريكي أكثر من الدور الفرنسي والدور الغربي أنا باعتقاد هناك تقسيم أدوار يعني الولايات المتحدة اليوم منشغلة في ملفات كبيرة جدا كمواجهة مع الصين وأهمها أهم من الصين اليوم يعني كمواجهة عسكرية مباشرة هناك الملف الأوكرايني التي تعاني منه الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشكل عام وهذا دخلوا إلى مستنقع لا يعرفون كيف يخرجون من هذا المستنقع اليوم الجانب الأمريكي وتداعياته المستقبلية على المجال الطاقة والاقتصاد بأمريكا وأوروبا تحديدا هناك أيضا الأمور المواجهة الصينية مع الولايات المتحدة ودائما الولايات المتحدة تسعى أن يكون طرف آخر يقوم بإداء المهام عندما تكون مواجهة عسكرية وهو يدعم بالأسلحة وغيره كما يفعل في أوكرانيا إذن هي تقسيم أدوار أن إسرائيل تستلم المهام في الدول الأفريقية وخاصة كالدول العربية كالمغرب وبالتالي هي من تقوم في التدريب والمواجهة والتسليح من خلال الولايات المتحدة وإسرائيل مستفيدة وإذا إسرائيل استفادت أو الولايات المتحدة استفادت فهو يعني بالتالي عمل وجهان لعملة واحدة يعني ما ليه لا ما هو في ظل الإشغال الأمريكي الذي تفضل به قبل قليل هل هذا قد يدفع بأن تكون إسرائيل تلعب دور مواجهة هذا التمدد الصيني الروسي اليوم في القارة الأفريقية هكذا أفهم منك نعم نعم هذا ما يعني تقسيم الأدوار أنه إسرائيل هي من تقوم في الدور بالتالي في القارة الأفريقية كأمور عسكرية وتدريبية ولها إسرائيل يعني تواجد في كونغو لديها في عدة دول أفريقية غير المغرب حاولت أيضا الدخول إلى تونس ولكن في انتخاب الرئيس قيد سعيد منعت نهائيا من دخول تونس ونحن نتذكر عبر شاشتكم الكريمة عندما كانت إعادة للباص السياحي وكان تم الغناء إلى الوحدات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ومنعت كل هذه المغربة ولكن هي تحاول علاقاتها مع مصر ولكن عسكريا هي تستفيد من تواجدها في هذه الدول ككونغو هي تدرب الجيش الكونغو على فكرة وتزوده في الأسلحة وتبيعه أسلحة هذا ليس بجديد هذا منذ عقود وأيضا في المغرب اليوم هو مهام جديد ومنطقة جديدة بالنسبة لها وسوق جديد وهي تستلم المهام في المغرب وبالتالي تكسب رضاء الاتحاد الأوروبي والتعاون معه وطبعا هي تقوم في الدور ومدعومة أمريكيا ولكن هي من تقوم في الدور بشكل فعلي أشكرك جزيلا شكرا الخبيب في شؤون الإسرائيلي يا الأستاذ حسن ميرج كنت معنا من القدس المحتلة فيما يخلو طريق الديمقراطيين إلى البيت الأبيض من المرشحين باستثناء الرئيس الأمريكي جو بايدن يبدو طريق الجمهوريين أكثر ازدحاء من 14 مرشحا رئاسيا حتى الآن آخر المنضمين إليهم مايك بانس الذي ينافس اليوم دونالد ترامب بعد أن خاض إلى جانبه الاستحقاقات الانتخابية الماضية بانس الذي يعتزم أطلاق حملته في عيد ميلاده غدا شن هجوما على الإدارة الحالية فيما ينتظر أن تشهد الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري صراعا شرسا في عهد الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في واشنطن العاصمة أطلق العنان لأسوأ أزمة حدود في التاريخ الأمريكي بلغت ضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاما أسعار الطاقة وصلت إلى أرقام قياسية بسبب حربهم على الطاقة وضعفهم في الخارج إلى جانب الانتحاب الكارثي من أفغانستان الذي يشجع أعداء الحرية والحروب التي تدور رحاها في شرق أوروبا والتهديدات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حقيقة الأمر هي أن جو بايدن أضعف أمريكا في الداخل وفي الخارج عن هذا المضوع مشاهدين سنسأل زميلة بهية حلوي مديرة الميادين أونلاين لقرأ معها تطورات سباق إلى البيت الأبيض تحديدا داخل حزب الجمهور أهلا وسهلا فيك معنا بهية هذه المرة في المشهدية أهلا وسهلا في المشهد السياسي تزاحم كبير داخل حزب الجمهوري قد يتفاجأ الآن البعض من يتابع الشأن الأمريكي لماذا كل هذا التزاحم على الترشح بمواجهة دونالد ترامب يعني بداية عبد الرحمن يمكن أن نقول أن المخاض الأمريكي لم ينتهي أساسا منذ الانتخابات الماضية وهو مستمر مخاض أمريكا لم ينتهي حتى الآن مخاض مستمر حتى اليوم وهذه الزحمة على الترشح يعني الميادين ستقوم بتغطية مخاض أمريكا 2 هذه المرة ما زال المخاض نفسه إلى حد كبير المنافسة شارسة جدا تحديدا بين المرشحين في الحزب الجمهوري يعني المنافسة على المرشح الرسمي والوحيد بداخل الحزب الجمهوري لأنه بايدن بطبيعة الحال هو أكد ترشيحه لولاية ثانية لو أردنا أن نقف عند أبرز الأسماء بين المرشحين الحاليين ونحدد ربما نقاط القوة لدى كل منهم أو الشريحة الأساسية التي يتوجه إليها يمكن أن نبدأ بمايك بانس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطبيعة الحال مايك بانس يعني يتوجه لطبقة من المحافظين من الإنجليين الذين يتأثرون بخطاب الكنيسة والعائلة وما شابه بعد أن قبل بنتائج انتخابات عام 2022 التي رفضها دونالد ترامب يعني أصبح هو شخصية مكروهة عند جزء كبير من الطبقة الصلبة أو جزء كبير من الناخبين الأساسيين لدونالد ترامب وهذه البيئة أيضا روند سانتس مايك بانس هو الأخطر على دونالد ترامب؟ أو هو ربما الذي قد يعني يجذب شريحة يتوجه إليها دونالد ترامب؟ هو شكل رافع لدونالد ترامب ويمكن أن يشكل رافع لأي رئيس محتمل أو لمرشح قوي آخر محتمل مثل روند سانتس المرشح ربما الأكثر حظوظا بين الأسماء المتداولة اليوم حاكم ولاية فلوريدا الذي اجتذب حتى القوائم الانتخابية في الانتخابات النصفية وحتى التغطيات الإعلامية كونه يوصف بأنه المرشح النسخة المعتدلة من ترامب أو المرشح المحافظ الأقل جنونا وتهورا من الرئيس السابق دونالد ترامب لديه أجندة واضحة لمحاربة الليبرالية كما يصفونه وبطبيعة الحال اكتسب تأييدا كبيرا حتى بموضوع التبرعات يستفيد من خطاب الموجه بموضوع محاربة أو تعامل مع موضوع المهاجرين أيضا يمكن أن نقف عند نيكي هيلي المندوبة السابقة لدونالد ترامب في الأمم المتحدة نيكي هيلي كشخصية سياسية هي محببة من جزء معين من المحافظين كونها أمرأة عندها إنجازات إلى حد كبير تتمتع بقوة تنفيذية جيدة لديها خبرة سياسية بموضوع العلاقات الخارجية أيضا وهي على اتصال إلى حد كبير من المجموع أو الفريق الذي كان يعمل مع دونالد ترامب ولكن تفتقد إلى الحماسة أو الزخم الإعلامي والانتخابي حتى اليوم يبدو أنه خطابيا يبدو أنه أيضا يقوم بعمل جذب بالنسبة للجمهور الأمريكي اليوم على مستوى الخطابي بالضافة لأنه زوجته تقف إلى جانبه ربما هذا من عوامل نجاحي سيكون يعني هي صورة العائلة وصورة التماسك وصورة أنه الزوجين المتفاهمين على هذه الأمور وما يمثلوا هذا الأمر بالنسبة للناخب الأمريكي أيضا يمكن أن نتحدث عن تيم سكوت ربما المرشح الذي يحلم بأن يعيد الرئيس ببشرة صمراء إلى البيت الأبيض هو يقدم نوع من الرؤية المشرقة المختلفة عن خطاب دونالد ترامب الانتقامي إلى حد كبير وخطاب روند السنتس المحارب للليبرالية والذي يحاول أن يميز نفسه عن ترامب ويخرج من كنف ترامب إلى حد كبير تيم سكوت كان لافت موضوع التأييد التبرعات الكبيرة التي حصل عليها لا يخاف عن الموضوع المالي عنده ملايين الدولارات من التأييد أيضا كان لافت تأييد عمالكة من شركات التكنولوجيا مثل أليسن رئيس شركة أوركل الذي موله بشكل كبير بما أنه دخلت إلى موضوع هذه الشركات أيضا ماذا عن الأرقام؟ من الأبرز؟ من الأوفر حظا؟ هل مازال ترامب هو الأقوى اليوم؟ ماذا يفسر أيضا إذا أردت أن تعرجي على مزاج الناخب الجمهوري؟ ما الذي يؤثر عليه على مستوى البرامج؟ بداية لو نبدأ بموضوع الاهتمامات لدى الناخبين موضوع الاقتصادي ما زال على قائمة هذه الاهتمامات وهذا كان لافت في الأشهر الماضية وفي الأسابيع القليلة الماضية بالحديث عن أزمة ديون وصقف الدين وأزمة الركود الاقتصادي في مواضيع مهمة جدا بالنسبة للناخب بداخل الحزب الجمهوري موضوع محاربة الإجهاد موضوع المثلية هذه موضوعات أساسية يعني يهتم بها خاصة أصحاب العمر المتقدم نسبيا وليس الشباب بالنسبة لإستطلاعات الرأي يعني لو نستعرض جزء منها واضح يعني حتى الساعة عبد الرحمن أنه ترامب هو يتفوق على الجميع هلأ مثلا مثل هذا الاستطلاع جون فايف هذا الاستطلاع يعني حديث بالخامس من هذا الشهر نعم بين الناخبين بداخل الحزب الجمهوري يعني هناك مفاضلة لروندس سانتس مقارنة مع الأسماء التي ذكرناها قبل قليل ولكن عندما يحين الأمر لمقارنة مع دونالد ترامب نجد أنه لم يتمكن أي من المرشحين الحاليين أو الأسماء المرشحة أن يبرر للناخب الأمريكي في الحزب الجمهوري لماذا عليه أن يختار شخصية أفضل من دونالد ترامب أو يغير تفكيره هذا إذا ما تركنا أصلا أنه في طبقة من الناخبين والكتلة الصلبة من مؤيدين دونالد ترامب يعتقدون كما أشار في مرات كثيرة سابقا أن هذه الانتخابات الماضية هي انتخابات مصروقة ما زال جزء كبير من هؤلاء يصدقونه ويعتبرون أن محاولات محاكمته مؤخرا وملاحقته القانونية التي تكررت مرتين هذا العام هي ليست إلا محاولات لإضعاف هذه الشخصية ومنوع من الوصول للبيت الأبيض مرة أخرى السؤال بها قبل أن أنسى أيضا موضوع روند سانتس يتهم دونالد ترامب بالخيانة هذا يؤثر أيضا على حظوظ روند سانتس أو يضع ربما دونالد ترامب في موقع أقوى بطبيعة الحال لأنه روند سانتس كان في كنف ترامب والتأييد الذي حصل عليه في فلوريدا كان جزء منه بدعم من ترامب هو الذي أعطاه هذا الزخم وهذه القوة ولكن لا شك اليوم أن الحزب الجمهوري هو في أزمة يعني المحللين وكتاب الرأي وما شابه يعتبرون أنه اليوم إذا عاد وفاز دونالد ترامب مرة جديدة بالانتخابات الرئاسية أو حتى بأن يصبح المرشح الرسمي حتى للحزب الجمهوري في السباك للبيت الأبيض العام المقبل يعتبرون أنه هذه كارثة جديدة على الحزب الجمهوري بينما يتمنون أن تصل شخصية أخرى وأن تتوحد الجهود لإيصال شخصية بديلة عن دونالد ترامب لكي يعاد ترتيب أولويات الحزب وروح الحزب وجوهر الحزب ولكن نتائج ما نقوله وهذه التعددية بطرح الأسماء والمرشحين هي لا شك تضعف إمكانية أن يخسر دونالد ترامب مقابل شخصية أخرى لأنه بدل من أن تتضفر الجهود تتشتت الجهود يتشتت الجمهور يتشتت الناخب مثلا بين نيكي هيلي وتيم سكوت من ساوث كارولاينا الإسمن من ساوث كارولاينا اليوم لو فاز لو وصل الشخصان إلى أن تكون أسماءهم في لوائح الاقتراح هذا يضعف إمكانية أن يفوز شخص منهم لأن الأثنين هم ابن الولاية المدلل عملية وطبعا هذا الأمر يسمح لترامب أيضا بأن يستفيد من إضعاف الشخصيات الأخرى لأنه اليوم دونالد ترامب يتمتع بأسلوب مختلف إعلاميا خطابيا هو أسلوبه شعبوي بطبيعة الحال وأثبتت التجربة أنه المرشح أو الناخب الجمهوري يتأثر بهذا النمط من الخطاب بإمكان ترامب نتحدث عن فترة زمنية طويلة اليوم حتى الانتخابات الرئاسية وحتى الانتخابات التمهيدية بإمكانه ترامب أن يتلاعب بهؤلاء وأن يؤثر عليهم حتى إعلاميا أيضا هي فرصة للحديث عن إمكانية تلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي والمادة المضللة التي بدأت الوكالات حتى تسير البلبل حولها وتحذر منها ومن مخاطرها على أي انتخابات ولا يمكن تمييزه عن المقطع إذا كان هذا أصلي أم لا وهذا أيضا خطر ربما هذا سيحتاج إلى متابع عن كثب في هذه الانتخابات المقبلة ولكن بيه هذا التشرذم ربما ترامب هو الأوفر حظا عند الجمهوريين ولكن ما يبرز من تشرذم اليوم عند الجمهوريين بهذا الشكل هل ربما يؤثر على نتيجة الانتخابات فيما بعد أنه سيصب في مصلحة مرشح ديمقراطي إذا ما نظرنا أنه كان هناك مرشح واحد ويبدو وكأن الديمقراطيون موحدون خلف جو بايدن مثلا هلأ سأنطلق من استطلاعات الرأي حتى مع هذه الصورة التي لا تبدو بالظالمة بالنسبة للحزب الديمقراطي يعني لناحية التشتت أو ما شابه كما كانت في السباق للانتخابات الماضية يعني نجد اليوم أن الحزب الديمقراطي يقف وراء بايدن ويدعمه إلى حد كبير إعلاميا وخطابيا ولكن شعبيا استطلاعات الرأي تظهر بأن بايدن يتمتع بنسبة تأييد منخفضة جدا هي ربما ثاني أسوأ نسبة تأييد حتى في هذه المرحلة بعد دويت أيزنهاور بنفس التوقيت معظم المستطلعين يعتبرون أن البلاد تتجه نحو وضع اقتصادي أسوأ وأن مستقبل البلاد قاتم حتى هنا نشاهد بالأرقام بحسب هذا الاستطلاع الرأي مثلا عبد الرحمن ثلث الأمريكيين فقط يعتبرون أن فوز بايدن عام 2024 سيكون خطوة للأمام أو انتصار للبلاد أيضا في الوقت نفسه يجد هذا الاستطلاع انخفاضا في الأراء الإيجابية لبايدن خلال الأشهر الستة الماضية كل هذا طبعا يصب لمصلحة المرشح المرشح الجمهوري صحيح ولا شك أن تقدم بايدن بالسن وعدم وجود أو توفر إنجازات حقيقية اليوم يمكن أن يحارب فيها إعلاميا وسياسيا داخل البلاد هي كلها من النقاط السلبية التي ستبعد خاصة الناخب الرمادي الذي لم يشكل رأيه السياسي بعد لناحية من يفضل في هذه الانخفاض وبالتأكيد في إطلالات أخرى سنفصل أكثر لماذا هذا الإصرار من الحزب الديمقراطي أيضا على جو بايدن ولم يتم طرح أي اسم آخر ولكن حتى هذه اللحظة لأنه انتهى وقت المشهد السياسي نشكرك جزيلا شكر بهي حلوي من دينة الميادين أونلاين على كل هذه المعلومات والتفاصيل شكرا جزيلا لك بهي مشهد اليوم من مدينة نانت غرب فرنسا حيث شهدت تظاهرات ضد قانون رفع سن تقاعد مواجهات بين عناصر الشرطة والمحتجين الاحتجاجات تأتي قبل يومين من تصويت البرلمان على اقتراح قانون ينص على التراجع عن القانون الجديد الذي أقرت الحكومة وتقول وسائل إعلام فرنسية أن تحرك الشارع اليوم قد يكون آخر فصول المعركة التي بدأتها النقابات قبل خمسة أشهر من دون أن تبدي السلطة التنفيذية تجاوبا مع المطالب الاجتماعي فاصل ونعم اهلا بكم من جديد مشاهدين العزائل المشهدية في سباق مع الزمن هكذا تبدو حكومة الرئيس البرازيلي لولايناسيو دا سيلفا في تعاملها مع واحدة من أهم المشاكل البيئية ليس فقط في البرازيل بل في العالم خطة من بنود عدة وبمشاركة الوزارات المعنية أعلن عنها لإنقاذ غابات الأمازون ووقف إزالتها ماذا في هذه الخطة وماذا يحتاج تنفيذها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا الموضوع مشاهدين نناقشه مع ضيفنا من لندن الخبير البيئي الأستاذ محسن حسني أستاذ محسن أهلا بك معنا قبل أن أدخل بتفاصيل خطة الحماية التي أعلن عنها الرئيس البرازيلي نريد أن نسأل أولا نستفسر ونوضح للمشاهد أهمية هذه الغابات نعم بعد التحية أهلا وسهلا بكم أستاذ المشاهدين الكرام هذه الغابات تعدوا بمثابة الرئة لكوكف الأرض شعلا حيث أنها تنتص قدر كبير جدا من غاز ثاني أستاذ الكربون وكما تعرف ويعلم أغلب أستاذ المشاهدين أن الانبعاث الكربوني هو أحد أهم المساببات للاحتباس الحراري الاحتباس الحراري هذه هي ظاهرة الأكثر تأثيرا على البشر وعلى الكائنات بالنسبة لزواهر صغير المناخ الاحتباس الحراري يؤدي إلى جوابان الجديد ومن ثم ارتفاع منتوب المياه في البحار وبالتالي أيضا التهديد باستفاء عدد من المدن التاحلية بالإضافة إلى تهديد حياة بعض الكائنات إضافة إلى ذلك الاحتباس الحراري يؤدي إلى موجات الاحترار العالمي التي تضرب دول العالم كل صيف وتتسبب في مقتل آلاف المواطنين في الحق مصالفة من العالم هذه الاختصار الأضرار التي يسببها طيب أستاذ محسن إذن هذه غابات الأمازون هذه هي أهميتها ماذا عن وضعها الآن؟ لماذا كل هذا الكلام عنها وضرورة حمايتها وضرورة إنقاذها؟ ما الذي يحصل؟ نعم هذه الغابات تتعرض على مدارك أكثر من 50 عاما لمشكلات قطع جائل للأشدار من شركات يعني يعتبرها أن تصوير البيئة عصابات منظمة تقوم بالقطع الجائل للأشدار بهدف التربح وبهدف ضيع هذه الأشدار وتحويلها المنتجات التجارية بينما في الوقت نفسه يضرون بالبيئة أو يضرون بهذه الغابات التي تعد رئة لكوكب الأرض ككل منذ نحو 50 عام وحتى الآن تم قطع نحو 17% أو اكتفاء نحو 17% من هذه الغابات حتى الآن هذا يعني ينظر بخطر شديد لأن هذا كان لها تداعياته السلبية الكبيرة على ديادة انتصار الكربون الذي يتمه بالاحتفال الحراري كما قلنا وأيضا يعني تهديد حياة الكائنات أخرى سواء كائنات التي تعيش في هذه الغابات أو الكائنات يعني تهديدا بولوجيا بتكل عام لكوكب الأرض لأن ذلك يترسب عليه ارتباط الحراري وبالتالي ذوبان الجريد وبالتالي يعني تهديد حياة بعض الكائنات البحرية حتى تهديد حياة البشر أيضا بشكل كبير لأن البعض يقول أنه هذه الغابات إذا لم يحافظ عليها الإنسان فذلك سيؤدي إلى الوفيات بعشرات الألوف لربما أيضا بمئات الألوف سنويا ولكن سيد محسن أيضا هناك خطة اليوم للرئيس البرازيلي لولا إناسيو دا سيلفا هذه الخطة هل يمكن فعلا أن تنقذ غابات الأمازون وما الذي تحتاجه البرازيل أيضا لأن تخرج بعه العالم من هكذا أزمة قد يعيشها بسبب هذا الجشع الموجود عند بعض الشركات وهذه المافيات التي تفتك بهذه الغابات من أجل الأموال نعم هذه الخطة التي أعلنها الرئيس البرازيلي إلى حد كبير قد تحضل من القطع الجائر للأسجار ولكن في الوقت نفس النشطاء البيئة يرونها غير كافية حيث أنها لا تمنع القطع الأسجار وإنما تقننه بمعنى أنها تغرم وتجرم من يقوم بقتل الأسجار بشكل غير قانوني وهذا معناه أن الذي يقوم بقتل الأسجار بشكل قانوني لن تمثه وهذا يعني هو محل اعتراض نشطاء البيئة والجمعيات التي تريد المحافظة على النظام البيئي بمختلف دول العالم يعترضون على هذه الخطة ويعتبرونها من فقطة ومن الضروري إفاق القطع الجائر للأسجار بشكل كامل والتصدي لهذه الظاهرة تحديدا في قامات الأمازون وفيما بعد تدريجيا لحين يصل العالم إلى أن يصل إلى أكبر ما هو ممكن من الانتناع عن قطع الأسجار ولكن المشكلة أن البيئة برازيلي كما تعرف محكوم بسياسات ومصالح وشركات توريد وصيراد ورجال أعمال كل هؤلاء يريدون لتجارة الأسجار أن تستمر ومع استمرار تجارة الأسجار للأسف لا بد من قطع الأسجار ولهذا السبب قد تضمنت الخطة أن يكون هناك تقنينا لقطع الأسجار بمعنى أن من لديه الحق القانوني سيأخذ من هذه الأسجار ولكن يمكن القول ربما تكون هي خطوة أولى بالاتجاه الصحيح يعني القولنا بنهاية المطاف هي أفضل من أن يستمر الوضع على حالي أستاذ محسن هل فعلا الرئيس السابق جيير بولسونارو يتحمل مسؤولية ما وصل إليه الوضع الآن بخصوص هذه الأسجار وما يؤكد ذلك أن هناك منظمة نمساوية غير حكومية رفعت دعوة قضائية عليه لدى المحكمة الجنائية الدولية نعم هو يتحمل بقدر كبير جدا هذه المسؤولية ولكن لنصف المنصفين هو ليس المتحمل بنفة 100% حيث أنه سبقه رؤساء سابقين أيضا متوردين في هذه المسألة ولم يقفوا بحسن وحجم أمام هؤلاء العصابات المنظمة الذين يقومون بالقطع للأسجار هذه الظاهرة تحدث في الأمازون منذ أكثر من 50 عاما كما قلنا وبالتالي هذا إبث له أمد طويل ولكن الرئيس السابق فعلا لم يتصدى كما ينبغي لهذه الظاهرة خاصة بعد مناشدات ومن منظمات حقوقية ومن منظمات معنية بالبيئة وبالتغير المناخي لم ينصد لهم ولم يفعل القوانين الملجمة لهؤلاء الذين يقومون بالقطع الجائر للأسجار وبالتالي هو عليه المسؤولية كبيرة أيضا هناك مسؤولية على رئيس الحالي ولهذا هو يفادل بهذه المسؤولة ولكن دعنا نتفاءل ونعتبرها خطوة أولية ونأمل أن تنجح هذه الخطوة وأن يكون هناك أيضا خطوات أخرى من السلطات في البرازيل ليس فقط لإنقاذ البرازيل كما ذكرنا مشاهدين إنما لإنقاذ العالم أشكرك جزيلا شكر أستاذ محسن حسني الخبير البيئي مؤسس ومدير منظمة لندن جرين بريج لحماية البيئة والحد من تغيره منها كنت معنا من لندن من بين الأشهر والأكثر جودة في العالم هكذا يصنف العسل اليمني لكنه للأسف كما هي حال الكثير من القطاعات الانتاجية يدفع ثمن الحرب المستمرة حيث يشكو منتج العسل انخفاض الانتاج وصعوبة التصدير الذي كان يصل إلى خمسين ألف طن قبل الحرب تنوع المناخ وتداخل التضاريس اليمنية جعل من اليمن بلد مصدر للعسل منذ القدام هناك نكهة فريدة في إنتاج العسل اليمني أيضا الأسل الهيدروجيني للعسل اليمني عاري جدا مما يجعل العسل اليمني يحتفظ بخصائصه المدهزمني الطويلة هناك دراسات تقول أنه النحل اليمني هو أفضل نحل على الصعيد الخاري بسبب أنه يستطيع أنه يقاوم دراجات الحرارة العالية وأيضا أنه يستطيع أنه يقاوم البرودة أقل من 2 دراجة موية تحت الصفر قرابة مئة ألف أسرة تربي النحل كمصدر وحيد للدخل في أوضاع الحرب كنا نخاف أننا ننقل النحل كانت الطيران يضرب النحل مباشرة أغلب النحالية اليمنين ينتجوا العسل بأشكال تقليدية يعني ما عندنا إش مصانع أو معامل حديثة وأيضا أزمات المشتكات النفطية والعدامة أيضا جعلت من النحل اليمنيين يعزف عن تربية الناحل لصعوبة أنك كل الناحل هناك كثير من النحالين الحمد لله بدأوا يشهروا ويعيدوا الثقة للعسل اليمني بدأت دول شرق آسيا باستيراد العسل اليمني ثم تصطيره إلى دول العالم أجمع يعني الحمد لله وللحديث أكثر مشاهدين عن هذا العسل اليمني الذي كما ذكرنا بالفعل هو يقال بأنه الأشهر حول العالم والأفضل على المستوى الجودة معنا من صنعاء الخبير والنحال اليمني الأستاذ عبد الله الصافي أستاذ عبد الله أهلا بك معنا قبل أن نتحدث عن واقع العسل اليمني اليوم كيف هو نريد أيضا أن نقول للمشاهد لماذا هو الأشهر ولماذا هو أيضا على مستوى الجودة يعتبر الأفضل في العالم شكرا لكم طبعا بالنسبة للعسل اليمني الشهر من دول قدم جودته وتعود هذا الجودة لأسباب كثيرة منها أولا نوعية المراعي الموجودة في اليمني مراعي متميزة جدا وهذه المراعي أيضا فيها صعوبة شديدة حتى أن أكتشف العلماء أن النحن اليمني هو النحن الوحيد الذي يضع الماء على الرحيق من أجل أن يستطيع أن يشفط هذا الرحيق فهو يأخذ أجود وأفضل أنواع الرحيق من أجل أن يجمع العسل هذا اليمني وكذلك بالنسبة للنحلة اليمنية تعتبر هي الأصغر على مستوى العالم حجما ولهذا بالتالي يكون خرطومها قصير جدا فلا تأخذ من الرحيق إلا أفضله أفضل ما هو موجود في الرحيق ولهذا أنتج بسبب هذا عسل متميز وصافي وله مذاق عالي جدا واشتهر على مستوى العالم شوقنا الآن لإستدوءا لنتذوق أيضا هذا العسل يا أستاذ عبدالله صافي لأنه واضح أن هذا العسل صافي جدا مئة بالمئة أستاذ عبدالله أولا شكرا على هذه المعلومات الجميلة بالمناسبة أي واقع الآن لهذه الحرفة ما هو وضع العسل اليمني هل فعلا تراجعت هذه الحرفة الآن نعم هناك تراجع كبير في هذا الموضوع ولا شك أن الحرب لها دور أساسي وكبير وطبعا الحرب هي أثرت على موضوع المشتقات النفطية والمشتقات النفطية أثرت بصورة مباشرة وصورة غير مباشرة على النحل الصورة المباشرة أنه أصبح هناك صعوبة في التنقل وفي الحركة وفي استغلال هذه المراعي والذهاب إليها الصورة الغير مباشرة أنها كانت سبب رئيسي في قطع الأشجار وهذا قضية خطيرة جدا ومهمة جدا وهو الاحتطاب الجائر هذا الاحتطاب الذي أثر على غابات عمرها مئات سنين أو يمكن أكثر مئات سنين فالآن تقطع في أيام في أوقات قصيرة جدا في إحصائية تقول أن هناك ستين ألف شجرة في اليوم تقطع هذا رقم خيالي رقم فلكي وبالتالي هناك غابات كانت موجودة انتهت وهذا بسبب استخدام الحطاب في الوقود أو في الفحم أو في الأفران أو في هذه الأشياء كلها وبالتالي نحن نقضي على ثروة قومية بكل ما تحملها لهذه الدرجة سيد عبدالله ثروة قومية عندما تتحدث عن ثروة قومية هنا نريد أن نسألك عن مردود هذه الثروة القومية لماذا تعتبرونه بأنها بهذا الحجم ثروة قومية تقول لأنها أفضل أول حجم منتج متميز يمني يعني لا يوجد في العالم مستوى على هذا المستوى فهذه ميزة خاصة في اليمن الشيء الثاني أنه فعلا تدخل اليمن عمره صعبة والآن العالم بدأ يلتفت إلى العسل يمني وبدأ يهتم فيه إلا أن هناك بعض المساس بهذا العسل وبدأ يدخل في قضية الغش وبدأ يدخل في بعض الأمور فأصبحت الناس شويها فيها تراجع أو فيها خوف لكن لو استقرت الأوضاع وبدأ النحال يمني يحضر مؤتمرات عالمية ومعارض عالمية للعسل فلا شك أنه بيكون هناك دخل كبير جدا للعسل وبيكون دخل من العملها الصعبة وبدأ النحالة مهنة مميزة في اليمن ولها أبعادها الكثيرة ولها تفرعاتها الكثيرة هل لديكم أرقام أستاذ عبدالله؟ نحن ندخل في صناعة الأدوية وصناعة العشابة الطبيعية والله بالنسبة للإحتطاب الجائر يقدر أن هناك ستين ألف شجرة في اليوم الواحد هل لديكم أرقام بالنسبة للمدخول على المستوى الاقتصادي؟ في السنة لا لدينا أرقام محددة تعرف أن قنوات التصدير مختلفة بعضها عبر المنافذ البرية بعضها عبر أشخاص بعضها عبر البحر لا لدينا إحصائيات دقيقة بسبب الوضاع والحروب لكن نتوقع إن شاء الله في المستقبل أن هناك أحصائيات تكون هناك اهتمام كبير في هذا الموضوع إن شاء الله وأيضا للاستفادة أكثر كونك أنت خبير في هذا المجال أستاذ عبدالله الصافي ذكرت نقطة مهمة قبل قليل أنه الآن دخل الغش على العسل اليمني ما هي النصيحة التي تقدمها الآن للمشاهدين الذين يتبعون لكي يميزوا العسل الصافي الأصلي اليمني الأصيل إذا صح التعبير والعسل الذي قد يكون مخشوشا حقيقة الغش موجود وعلى مستوى عالي جدا من الجودة حتى أن الخبير في العسل قد يستصعب عليها أن يعرف حقيقة العسل هذا إذا هو حقيقي لكن عندنا نقاعدة أساسية كنا حاليا مصدر العسل من أين تأخذ العسل هذه أهم قضية في العسل إذا أنت تتق في المصدر الذي تأخذ منه فتوكل على الله أما قضية المعرفة إلا إذا هناك معامل يعني مختبرية يفحص العسل فحص مختبري فهذا لا شك لكن كخبرة طبعا هناك خبراء جيدين وعلى مستوى عالي لكن أيضا قضية الثقة هي أهم حاجة في العسل اليمني وإذا أنت تأخذ العسل من مصدر موثوق فهذا يعتبر إنجاز ما الذي يحتاجه النحالون اليمنيون اليوم لأعادة النهوض في هذا القطاع أستاذ عبدالله نحتاج إلى قوانين تشرع وتجرم قضية الاحتطابة الأهم نحتاج إلى قوانين تساعد في حماية البيئة أيضا من المشاكل التي يعانيها المواطن اليمني زراعة القات زراعة القات هذه أثرت على النحال بشكل كبير جدا هناك عندنا وديان يعني مشهورة في اليمن وتنتج أجود أنواع العسل السدر أصبحت الآن تزرع القات والقات هذا بسبب المبيدات التي تستخدم والسموم فيؤثر تأثير كبير جدا على النحل فيجب أن يكون هناك في وعي من زارة الزراعة تقنن هذه وتمنع زراعة القات في أماكن معينة في أماكن التي يكون فيها مرعا للنحل كذلك أيضا عندنا قضية التصحر تصحر بنوعيها تصحر يعني التحول من أرض زراعية إلى أرض غير زراعية بسبب الرمال أو بسبب الانجرافة التربة فيجب أن يكون هناك في أشياء تحمي هذه المراعي وكذلك طبعا أهم قضية موضوع الاحتطاب يجب أن يكون هناك قانون يجرم الاحتطاب وأشياء كثيرة تجب مساعدة النحالين تقديم لهم بعض التقنيات الحديثة تساعدهم في قضية تصفية العسل وتعليبه إلى آخر نعم سيد نتمنى لكم كل التوفيق وسيد عبدالله الصافي الخبير والنحال اليمني وكل شكر لك كنت معنا من العاصمة اليمنية صنعاء وبهذا مشهدية تكون قد اكتملت مشاهدين لهذه الليلة دائما نزور صفحات المشهدية في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستجرام للمزيد من الأخبار والتقارير دائما نزور موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر